تزداد الحرب مع وباء كورونا في العراق ضراوة في ظل تضاعف أعداد المصابين وعدم قدرة القطاع الصحي على مواكبة الانتشار السريع للوباء أو التقليل من خطورته مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر تقريرا لمركز تمكين السلام في العراق حذر فيه من الانتشار الواسع لفيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على النظام الصحي وبحسب التقرير فإن تزايد حالات الإصابة أكد عدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الضغوط الكبيرة في ظل افتقارها إلى الإمكانيات اللازمة بعد سنوات طويلة من السياسات والظروف السيئة التي أحاطت بالقطاع الصحي مشيرا إلى أن نقص معدات الوقاية في المستشفيات أدى لازدياد حالات الإصابة بدلا من منع حدوث حالات جديدة وأضاف التقرير أنه مع استمرار نسبة ازدياد الإصابات على نحو يصل إلى قرابة ثمانية بالمئة يوميا فإنه من المتوقع وصول عدد المصابين إلى مليون ومائتين وخمسين ألفا في منتصف شهر آبا المقبل كما أكد أن الفيروس ينتشر بسرعة ومعدلات عالية بين الكوادر الطبية حيث تمثل الإصابات بين مقدمية الرعاية الصحية أكثر من ستة ونصف من إجماد الإصابات ونحو ثمانية ونصف من إجماد الحالات النشطة الأمر ذاته أكدته وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت أن أطباء العراق واجهون حرب كورونا بلا معدات ولا رواتب والتهديدات تلاحقهم وأضافت الوكالة في تقرير لها أن العراق لم يكن مكانا سهلا للأطباء واليوم مع تأخر دفع الرواتب ونقص الإمدادات وعنف أقرباء بعض المرضى بات النظام الصحي المنهار أصلا على حافة الكارثة في خضم تفشي فيروس كورونا ويبدو أن وباء كورونا وجد بيئة مناسبة في العراق في ظل نظام صحي متهالك خلفته سنوات من الفساد ثم بسوء تعامل السلطات الحكومية مع الوباء عبر إبقائها الحدود مفتوحة وعجزها عن توفير بدائل للعائلات الفقيرة والكسبة بالتزامن مع فرض حضر التجول وهما جعل البلد يقف على شفير كارثة إنسانية جديدة ترجمة نانسي قنقر